معك ومشوفتكش بقى لي فترة يا حقيقة فكويس فرصة ان احنا نشوف بعض يعني دايما بقول يا كابتن في البرنامج ان البرنامج يبقى حلاوته كمان انت بتقابل النجوم الكبار عشان تقول للشباب وانا بقى أسر على ده ان نجمة زي حضرتك لعبت مع جيل جامد جدا وكابتن مار همام واسماك كبيرة جدا مهم جدا الاجيال اللي طالعة تعرف طول الوقت مش اللي بيلعب الحالي هو بيحقق هو اخد ده من اللي قبل منه واللي قبل منه صح او لا ايه كان فيه وقتنا طبعا تواصل اجيال واه احنا كلنا سواء الفرقة الكبيرة او الفرقة الناشئين كلنا كنا في مكان واحد اوضلبس بتجمعنا دادتنا ريحيا ان احنا نقدر نتعلم منهم ونشوفهم نشوف تصرفاتهم ونشوفهم في التمرين بنحضر التمرينات بتاعتهم على طول لان التمرين بيبقى قابلهم دايما فكل واحد بيبص على اللعيب اللي في مركزه واللي يتمنى يلعب معاه ويتمنى يبقى زيه فالقصة دي كلها اختفت يعني حتى على النادي الاهلي يعني الفرقة بتمرن في حتة وقتنا ناشئين في حتة تانية في تباعد عن القصة دي مفيش صح يعني احنا كنا اشهدي يعني وانا تحت 14 سنة الجهاز الفني بتاع الفرقة الكبيرة بتفرج علينا كلنا بيقولك فلان وفلان وفلان الاربع خمسة دولت انا عاوز اربع سنين هيبقوا موجودين في الدرجة الاولى كذلك اللي اكبر مننا دول طلعين بقى طب حلوة اللي انت بتتكلم فيه ده انا كنت عروح لامور تانية وانت خدتني في سكة تانية خلاص طيب هو هو الناشئ في النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول او التباعد ده حصل لما القطاع الناشئين بيروح بعيد بتفرق بشكل كبير المتابعة اليومية من المدير الفني حتى فريقه لما بيشوفه بيتضرب عين طبعا طبعا يعني يمكن في النادي الاهلي مثلا القناة دلوقتي بيزيع مثلا ماتشوات للأجبال بيبقى فيه ربط بين الفريق كبير والفريق اخر فريق في الناشئين اللي هو يعتبر المسلم الحالي مثلا 2001 اللي هو بيتصعد على طول يتصعد على طوله اللي هم فيه منهم عاملين عقود مع الدرجة اه الاولى لما بقيت الفرق برضو يعني بعيد محدش بيسمع عنها مفيش ربط مفيش كزا لان المفروض برضو الرئيس الجهاز بتاع الفرق الكبيرة يبقى برضو مطلع على اللعيبة عشان الخطط المستقبلية لو هو هيقعد مثلا سنتين تلاتة يبقى عارف الراجل اللي سبعتاش سنة اه يطلع مفيش مانع ان اللعيب عنده سبعتاش سنة يطلع درجة يقول لك كده الله ينور عليك سبعتاشر سنة يقول لك طلع صغير سبعتاشر سنة تمنتاشر سنة ده اكتمل النمو والمفروض لعب مباراة كتيرة المفروض بقى يطلع على القل يبقى موجود مع الفرقة الكبيرة يتعلم حاجة ياخد خبرات تمرين يزيد لان تمرينات طبعا الاشبال غير تمرين الدرجة الاولى والتركيز والكلام ده يخش في الموضوع لانه بيتنقل من مفيش احتراف لاحتراف فجأة ترجمة نانسي قنقر